أعلن وزير الخارجي والهجرة بدر عبد العاطي البدء فورا في التحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان أكد عبد العاطي أنه تم الاتفاق على تكثيف العمل معا وخاصة وأن لدى القاهرة وأنقرة إمكانات للوصول بالتبادل التجاري لمستويات مرتفعة أولى الأوضاع بالأراضي الفلسطينية أعلن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر وتركيا تعملان معا على خفض حتة الصراع والتوتر بالمنطقة نتيجة الاغتيالات السياسية التي نرفضها وبشكل كامل كما أكد عبد العاطي أنه تم مناقشة مستجدات المساعي المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وحول الأوضاع في ليبيا قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه ناقش مع وزير خارجية تركيا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين لحل الملف الليبي وأكد عبد العاطي أنه تم التوافق مع تركيا على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا